السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المتابعين في كل مكان أسعد الله وأوقاتكم بكل خير بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال فلا بذكر الله تطمعنا القلوب وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله على الله عزائي المتابعين نرجع ناركم بقصة جديدة أو فيديو جديد فأخليكم معنا ولا تروحوا وراجعين حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين وأهلا وسهلا بيكم بقناتكم قناة الرعب هيرو اكس فيديونا اليوم أعزائي المتابعين عبالة عن قصص غامضة ومراقف مربح بيحكوها أصحابها واحد منهم بيقول هاي القصة راح أروي لكم إياها وهي مو خرافة ولا من نسل الخيال وهي مجموعة أحداث صارت لأشخاص حلتقيين وبالحقيقة بيقول ما كنت أصدق كل شي بنقاض وكنت باعتقد أنها مجرد كلام لكن مع مرور الوقت حدثت لي أشياء غريبة بيقول بالأول كنت بقول بنفسي إني بهلوس أو بتخيل لكن صار إشي ما كان بالحسمة ورح أروي لكم بعض من هاي الأشياء بيقول كانت أمي بتقرأ القرآن كل يلة لمدة شهر تقريباً بس كانت بتقرأ آية الكرسي بالضبط طول هاي المدة وكانت بتقرأها أكثر من ألف مرق وبيوم من الأيام عند نهاية الشهر ظهرت لها أشياء غريبة ما كانت بالحسبان نهائياً كان فيه رجل طويد القامة وأسنانه كلها من ذهب وكانت بجنبه امرأة جميلة الوجه بس الأكثر غرابة والرعب هو الشيء اللي كان بجنبهم مليء بالشهر ويبدو كروي الشكل ومخيف جداً وبهلوقت كانت مصدومة وغير قادرة على التحرك وبلحظة هالرعب اتكلم الرجل وقال لها لا تخافي تقلل تتكلمي بكل أريحية لكن مع الصدمة فقدت الوعي وبالحقيقة كانت بتصير أشياء غريبة من حوالينا بالخصوص بمنزل جدي أبو أمي بيوم من الأيام كان فيه حفل زفاف خارتي وكان فيه كثير من الناس مما أدى لإكتظار المنزل بهذاك الوقت اجت جدتي الله يرحمها بعدين قلت لنا يا أولاد إذا كنتوا بدكم تلعبوا روحوا للسطح وفعلاً رحنا للسطح لكن لما صعرنا للمكان شفنا خيال أطفال وبعض الأشخاص الكبار وسمعناهم بتكلموا مع بعض لكن الغريب بالأمر إنه ما كان فيه حدا على السطح بسفى بالخوف نزلنا لعن جدتي عشان نخبرها باللصة لكن ما لقيناها ولما سألنا خالي عن مكان جدتي كانت الصدمة قال إنها مع العروس عن مصفف الشعر وبعدها من الظهر كان مين اللي كلمنا وبيوم من الأيام كنا نتجالس مع صديقي بالمقهة وكنا نتحدث عن الأشياء الخارقة للطبيعة وعن على الإنجين ومع مرور الوقت شفنا شخص شاحب البشرة وإله لحية كبيرة وشعر طويل جلس على أحد الكراسي قدامنا بعدين طلب قهوة واستخرج سجارة بس كان يتحدث كما لو كان معه فيه شخص تاني بقوله بصراحة اتبكت شوي أني مصديقي بعدين اجي لعندنا العامل اللي بالمقهة وقال لنا بهدوع ما فيه إشي بخوف الشخص الموجود يدامكم هو بكامل قوال عقلية لكن كان مهووس بالأمور اللي بتتعلق باستحضار الجن وجلب الكنوز وقال لنا أنه كان بيدفع ملايين الفلوس عشان لناس كانوا يتحكموا أنهم يتحكموا بالجن ويطلعوا الكز وبأحد الأيام صار لهم حادث بأحد الجبال وقال أنه ظهر لهم إشي كريهة رائحة كبير الهيئة كثير الشعر ولما تحدث معهم قال قال لهم كمتين بس أنتوا هالكين ومن هذا كل وقت وهذا الشخص بعيش على هالحال ولما كنت طفل كان عمري خمس سنين كانت بتيجيني كوابيس كل ليلة تقريبا وبشوف نفس الأشخاص ضخام الجثث وبتعاركوا فيما بينهم وبتتعالى أصواتهم وأني هون بقوم من النوم مرعوب وعم بمكي وأمي بتهدي فيها وبعدين بعد أسابيع صرت أشوف نفس الأشخاص بس هاي المرة كنت أشوفهم باليقظة وأني صاحب وبقول لأمي وأبوي وأني مرعوب وأبكي ما بتشوفوا اللي بشوفوا مش شايفين اللي قعم بتعاركوا بتشاجروا قدامكم بس ما كانوا يشوفوا أي شي حتى قررت أمي وجدتي الله يرحمها إنهم يغضوني لعن شيخ بيرقى الناس بالقرآن فقعدني على الأرض وحط إيده على راسي وبدأ يقرأ سورة من القرآن الكريم وبعدها راحت مني الكوابيس ومععد أشوف إلا لا في بنوم ولا باليقظة يعني ما عاد شوفتم لا بنومي ولا باليقظة بس لما كبرت وصار عمري 23 سنة بدأت تحدث معي أحداث وحتى اللي بيكونوا معي بنفس المكان بيسمعوا وبيحسوا باللي بيصير معي فمثلا بيوم من الأيام ارجعنا أني وصديقي من سهرة وكانت الساعة 12 بالليل تقريبا ولما دخلنا الشقة دخلت لغرفتي ودخلت صديقي معي وقعد على فراشي وكان بد يكلمني بشيء لكن لما جلس قام شيء من الفراش كأنه خيوط كبيرة وبنيت اللون ودخل بسرعة عبر الحاط هون صديقي كان راح يفقد عقله من الخوف وهرب من شكتي أما الحادث الثاني فكان لما كنت بشتغل مكان عملي الحالي ووقفت أنا وزميلتي بالشغل وزميل إلي عم نتكلم ونشرب القهوة بغرفة الاستراحة فسمعنا الصوت عم يصرخ باسمي بالغرفة مع أنه ما كان في حدا إلا أنا وهالثلاث يعني إحنا هالثلاث أشخاص أنا وزميلتي وزميني فنظروا إلي وهم خايفين وقالوا مين اللي عم بتكلم هون أنا يعني قلت لهم أنتوا سمعتوا اللي سمعتوا أنا قالوا لي نعم إحنا سمعنا اللي سمعتوا قلت لهم هاي أول مرة واحد بسمع اللي أنا بسمع لأنه كثير كنت أسمع حدا بنادي باسمي وهاي أول مرة حدا غيري ليسمعها الصوت أما الحادث الأخير اللي بقول كنت راح أموت فيه من الخوف صار معي قبل شهرين تقريبا كانت الساعة ثنتين بعد منتصف الليل ورحت للفراش عشان أنام وبينما كنت بين اليقظة والنوم حسيت أنه الغطى تابعي بدأ ينسحب مني بكل هدوء ففتحت عيني بس جسمي كله صار مشلول حتى لساني صار مشلول وما بقدر أني أنطق بحرف انسحب غطائي حتى وصل لبطني بعدين شعرت أنه في حدا عم يحضني لكن بنفس الوقت حسيت بخوف كبير وحاولت بكل ما أتيت من قوة أني أستعيد بالله من الشيطان الرجيم للسلساني كان كأنه مشلول نهائيا وبالنهاية قلت وبكل صعوبة أعود بالله من الشيطان الرجيم وكنت بقولها حر حرف لأني حسيت أنه كأنه فيه جبل على لساني بعدها رجعت لي قواي وقمت وقرأت آية الكرسي والمعوثتين ومنها بدأت أقرأ أذكار الصباح والمساء وأقرأ سورة البقرة يوميا وانتهت والحمد لله كل الأحداث اللي كنت بشوفها وبحس فيها سورة البقرة أعزائي المتابعين بفضل الله عز وجل بتطرد الشياطين من البيت يعني إحنا تكلمنا مرارا وتكرارا يا أخوان الأذكار أذكار الصباح والأذكار المساء قراءة سورة البقرة بالبيت بتطرد الشياطين والجن المؤذي لمدة ثلاث أيام بإذن الله تعالى فلازم يعني حتى وما بدكم تقرواها شغلوا التليفون اليوتيوب مليان بالمشايخ اللي بيقرعوا سورة البقرة طيب في البليوتيوب كثير شيوخ بيقولوا أذكار الصباح وأذكار المساء فإحنا يعني إذا إحنا عجزانين نقول بلساننا فبنشغل التليفون على أذكار الصباح وأذكار المساء ما فيه شيء يا أخوان يا أخواني إحنا تكلمنا كثير إنه الحصن الحصين إنه نرجع لله عز وجل ونحن تحصن بالله عز وجل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح وأذكار المساء لهون أعزائي المتابعين انتهى الفيديو إن شاء الله يكون حاز على عجابكم ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة تسجيل العجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شي جديد كلمتم بخير سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر